هل حقيقة أنه كما يطبل ويظمر الإعلام أن الجزائر طردت إسرائيل من الاتحاد الإفريقي؟ هناك وجود إسرائيل في إفريقيا وهناك وجودك بصفة ملاحظ في الاتحاد الإفريقي صفة ملاحظ منحت لها بقرار أحادي من المسؤول هذا الاتحاد هذا ورفضته الكثير من الدول ورفضته الجامعة العربية وخمس دول عربية وقفت ضد هذا الأمر وعدد من الدول وهناك دول دافعت عن هذه الصفة وهذه الدول لديها علاقات بإسرائيل حقيقة أنه تم تجميل هذا الأمر ولكن الخطر الأكبر ليس في هذه القضية قضية دور ملاحظ وإن كان يجب التنويه لها لأن هناك مبادئ وقيم معينة تحكم هذا الاتحاد خاصة في قضية مناصرته لفلسطين وأيضا أنه يناهض التمييز العنصري يناهض أيضا الممارسات الاستعمارية وكذا وكذا مثل هذه الأمور المعروفة لدى الجميع ولكن المشكلة رهي أبعد من هذا يا جماعة رهي أبعد من هذا المشكلة أن إسرائيل تغلغلت في إفريقيا هذه أولا المشكلة الثانية أن الاتحاد الإفريقي مهدد بالانقسام يجب أن نفهم شيء أن إسرائيل إذا دخلت مكان وخرجت منه تأكد يقين أنها ستؤدي إلى الإنقسام لأن هناك لعبة المصالح تحت الطاولة هناك أطراف دولية هناك لبيهات في العالم هناك دول إفريقية تعيش على وقع الإنقلابات وهي دائما تحتاج إلى دعم من قوى كبرى لذلك أنا أعتقد بأن هذه الخطوة إيجابية بلا أدنى شك لأن قبول وإعطاء صفة ملاحظة لإسرائيل في اتحاد يعني من مبادئه مناصرة القضية الفلسطينية يعتبر انكسار كبير إلى هذا الاتحاد ولكن في آن واحد عملية ما سماها الإعلام الجزائري الطرد وما سمتها وسائل إعلام أخرى التجميد بغض النظر عن هذه المسميات إلا أن الشيء الثابت أنه هناك انقسام سيكون داخل الاتحاد الإفريقي هذا من جهة من جهة أخرى أن إسرائيل عندها علاقات مع أكثر من أربعين دولة في إفريقيا من بين خمس وخمسين دولة معناها راهي الكمية الكبيرة من الدول عندها علاقات مع إسرائيل وسواء كانت معلنة أو حتى تحت الطاولة وخفية هذا التغلغل الدبلوماسي لم يأتي وليد الساعة بعد وصول تبول إلى الحكم حتى نعتبر إنجاز كبير هذا عملت عليه إسرائيل منذ مدة ترجمة نانسي قنع